الغدير يجمعنا ولا يُفرِّقنا من يريد أن يُفرِّق العراقيين هو من يطرح أن الغدير قضية طائفية الغدير قضية كل العراقيين لأن كل مسلم يحب أمير المؤمنين كل مسلم يوالي أمير المؤمنين وفق هذه الرواية كل مسلم في العراق هو ينظر وجيرانه أمير المؤمنين يتوسل بأمير المؤمنين يتقرب إلى الله تعالى بحب أمير المؤمنين فأمير المؤمنين وحب أمير المؤمنين والغدير الذي يؤكد حب أمير المؤمنين قضية تجمع وليس قضية تفرق فلماذا نأخذ القضية من زاوية أن الجماعة يريدون أن يثبتوا ولاية أمير المؤمنين وخلافة أمير المؤمنين عزيزي لا يحتاج أمير المؤمنين إلى قانون في مجلس النواب ولا يحتاج إلى هذه الاحتفالات أمير المؤمنين أمره من الله حب موقعه كرامته من الله ومن رسول الله لا تحتاج منا شيء لا تزيده شيء ولا تنقصه شيء الموضوع كيف نحيا سوية أيها العراقيون بحب أمير المؤمنين وهو معنا يعيش معنا ليلة نهار في نجف الأشرف في كل حياتنا علي جزء لا يتجزأ لا يمكن أن ينسى علي في حياتنا نحن العراقيين في تأريخه مواقعه آثاره وبالتالي يجب أن يكون أمير المؤمنين علي عليه السلام نقطة جامعة وليس نقطة مفرقة